شرقا وغربا هز صدى تهديدات إسرائيل بضرب العراق العالم بقطبيه الرئيسيين فمن واشنطن إلى موسكو توالت رسائل التضامن مع بغداد والرض لأي اعتداء على العراق تحت أي مبرر أو مسوذ الرئيس الروسي أكد لرئيس الوزراء العراقي على أهمية أن تبدل الدول الكبرى المزيدة من الجهود لإنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم أما واشنطن فرفضت التعليق على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة متعلقة بمهاجبة العراق وصفة إياها بالتقارير الصحفية التخمينية دون نفي أو تأكيد لمحتواها وفي العمق العربي دانى البرلمان العربي التهديدات الإسرائيلية بضرب العراق مؤكدا دعمه التام لسيادته وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعي إسرائيل إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة لأمم المتحدة بالوقف الفوري للحرب وعدم جر المنطقة ككل إلى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار فيها وفي الساحة الداخلية أكدت الحكومة العراقية تحرك رئيسها بخطة مدروسة جنبت العراق أن يكون أرضا للمعركة معلنة تكلل تلك الجهود بالنجاح الباهل لحماية العراق من أن يكون هدفا عسكريا فيما استعرضت إجراءات العراق في مجلس الأمن الدولي وفي مسار تحشيد الأصدقاء والحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة للدفاع عن سيادته وأراضيه وفقا للحوارات الأمنية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي كما جدت الحكومة العراقية أن قرار السلم والحرب من اختصاصها شرعيا ودستوريا وقانونيا وبين تهديدات إسرائيل بضرب أهداف داخل العراق ومسار التهديئة في المنطقة يبقى المشهد في ضبابية ومصير مجهول ينتظر أن تحسمه غرف صنع القرار في تل أبيب أو منصات إطلاق الفصائل موسيقى